وإذا كنت ترى أن اليوم الكثير من النجوم تتنافسوا على ألقاب نجوم يعطي الفندلين لهم ألقاب كنت تقول للناس أن الألقاب لا تشعر فات سنوات آخر الألقاب متواجدة من شحالة مع نجوم الزمن الجميل سوف نذكرهم بعض الألقاب سوف نبدأ مع كوكب الشرق وهي أم كلتوم أم كلتوم يعطيها لقب كوكب الشرق عبد الحاليم حافظ لقب العندليب محمد عبد الوهاب موسيقان الأجيال سميرة سعيد أخير عنقود الزمن الجميل لقب الديفا وادع الصافي أعطيه بزيب 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 فعلا بزيب الألقاب وكان أي لقب يعطيه لهم مرحبا يعطيه لقب الصوت الجيل الصوت الصافي مطرب الأرض وعملاق لبنان عكس جوج واسوف جوج واسوف أعطيه بزيب 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 دي الألقاب وأي برنامش كان يعطيه لقب أي حفلة يتقدموا بشي لقب قبل ما يغني يقولون هذا لقب ما بغيتوش أعدي لقب واحد اللي هو أبو وديع واللقب اللي بقي معاه مرافقه حسل دابا كينا أسمى بلوط لقبات مريكة الأندلوس كاديم الساية تلقب بالقيصر وهذا الألقاب أسمى بزيب دي الفنانين كي اللي كيعجبوه كيحتفظوا وفي زيب دي الفنانين تشبتين بهم وحد درجة خيالية وكبيرة أعطيه أمثلة الفنان اللبنانية ميريام فاريس مرة كانت تعدى حفلة كبيرة وجالي هالجوم هو وصول داوت وغتغني ريب تروا ديالها وكي ما طلعت غنات علاش لأنه هاداك اللي قدمها قال ممكن قدم لكم فنانة اللبنانية ميريام فاريس ممكن قدم لكم ملكة المسرح ميريام فاريس وقالت في روج دياله حتى عاود تطلع وعاود تقدمها بملكة المسرح كينا لوازي الزغبي اللي متشبت بواحد اللقب دياله اللي هو النجمة الذهبية لواحد درجة كبيرة 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 في صور دياله على الانستغرام كتحط هاشتاك للنجمة الذهبية كتقول انها كيعجبها داك اللقب كينا الفنانة احلام اللي اليوم اعطوها لقب فنانة العرب كتشوف انها من بعد اللقب ديال الميلكة قالت واحد من الحوارات دياله ان داك اللقب ديال الميلكة كتبغيت دير بي شوية الغيرة لشي وحدين وكتبغيت توصل لهم دي ميساج وكل يوم هي كتتفض اللقب ديال الام فهد اللي هو الاسم ديال ووحتى فنانات العرب لانه اعطوها لالفنان محمد عبدو اللي هو فنان العرب ولاوقفوا مروانخوري التي تعلقوا مروانخوري لا تعلقوه اي من نفسه لقب ديال الموسيقى انه اليوم اذا شتف البرنامج دياله كيقدموه كيدير السنتي الموسيقى مروانخوري حفلة ما كيبغيش نهائيا اي لقب فنان مروانخوري او المطرب مروانخوري ما عنده ما يدير بيك يقولين ان الموسيقى لاني وصلت في الثقافة الموسيقية بما فيه الكفاية لكي نكون موسيقى يعني إذا كنا نجد مروان خوري لبرنامجنا لا يجب أن نكشبه للمطريبولا المغنيين لا يجب أن نكشبه للمطريبولا المغنيين يقدر يمسي يقدر يمسي وحتى في المغرية والفنانين جديد عندهم ألقاب مثال ديبتي سنتيسكاتس من بعد التصر أكاديمي جمهود أعطاء لقب الماليكة جيوش دياله جيوش دياله هم كان يعدهم جويوสهل مراشي تايم بعض الأرب آيدر اعطاء اللقب دياله صندريلا دونيا باطمة من أرب آيدر منيجا اللي هيها راخبة علامة أميرة الطرب العربي أميرة الطرب العربي بقيت معها مرافقة أميرة الطرب العربي وكان جاو حد اللقب مثل تلسة السيف دونيا باطمة لافتصي الآن حيت بزائب ديال الحفلات بزائب ديال مهراجنات أعطاء وفدكتل تلسة أميرة المهراجنات المغربية من بعد مشاوه وقاموا على اللقب للأميرة الطلب العربي ساعة صنهاجية شمال اللقب دياله كيقولوا لي جورج وصوف الفن الشعبي لأنه صوته شو في شوية ذيك البحة فريد غنى مثلا نيكان في دوفويز أعطاته شرير لقب ديال الفراولة وهما فرحانين بلد الألقاب ديالهم كيلي كيستحق هذ اللقب وكيلي ما كيستحقوش مثلا الفناني ديال زمج جميل كي نقولهم كلهم تقريبا كيستحقوا الألقاب ديالهم لماذا؟ لأنهم عندهم ريبترطوار كانوا مركزين على الفن ديالهم ودهك اللقب نقوله 5% اليوم أدل الفناني ديال اليوم مركزين 80% على اللقب ونسوا شوية الفن ديالهم وحشا واحد طبيب نفسي كانت تلاقيت به وصولتوا قلت ليش الفناني عزيز عليهم الألقاب آبين وبينهم مشكلة الكاميرا ويقولي لي أنه عندهم شوية دي الحب الأعلى أنا دويش على المغنيين أنا بحث بزاف الألقاب ديال المغنيين عندهم شوية ديال الناجيسية كيبغوا ذلك الألقاب وكيبغوا يتباهوا على بعضياته بصحة شي جميل ولكن كيخلق شوية ديال نزاعات شوية ديال المنافسة